تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك هذا وقد سلمت الرسالة السفيرة والوزيرة السابقة مشير خطاب مرشحة جمهورية مصر العربية الشقيقة لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خلال استقبال جلالته لها بقصر الاسخير هذا اليوم حيث بدأت أولى جولتها للترشح لهذا المنصب بزيارة مملكة البحرين كما نقلت لجلالته تحيات أخيه فخامة الرئيس المصري وتمنيته لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء فيما كلفها جلالته بنقل تحياته لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنيته للشعب المصري الشقيق بدوام الازدهادة وقد رحب جلالة الملك المفدى بالدكتورة مشير خطاب منوها جلالته بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تتمتع به مصر من ثقل تاريخي وحضاري عريق واسهمات بارزة في الحضارة الإنسانية ومكانتها ودورها ريادي في النهوض بالحركة العلمية الثواث ثقافية كما أكد عهد البلاد المفدى أن البحرين شريك فاعل في الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي والدولي ونشر قيم التسامح والاعتدال وبناء المجتمع المعرفي وحماية التراث الثقافي والحضاري العالمي بما يدعم احترام حقوق الإنسان ومسيرة التنمية المستدامة مؤكدا جلل تهن البحرين حريصة على تدعيم جهود منظمة اليونسكو وانشطتها الإنسانية انطلاقا من تاريخها الحضاري العريق القائم على التعايش السلمي والانفتاح بين الثقافات والحضارات وتمسكها بقيم العدل والتسامح وحماية الدول للتراث العربي والإسلامي والمساهمة في ركب الحضارة الإنسانية واشار عهل البلاد المفدع الاعتزاز المملكة بشراكتها المتميزة والفاعلة مع اليونسكو باستضافة المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمركز الاقليمي العربي للتراث العالمي وتقديم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم منذ عام 2005 من جانبها عربة الدكتورة مشيرة خطاب عن شكرها وتقديرها لصاحب الجلالة الملك المفدع على دعمه وحرصه لتعزيز العلاقات الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية متمنية للبحرين دوام التقدم والزهارة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدع حفظه الله